صباح الخير أو مساء الورد بحسب موقعكم الجغرافي رأينا في الحلقة الماضية تغيير المصادر الإسلامية لرسالة محمد إلى الأمبراطور هرق العظيم من طلب مشروع وهو العيش على أرض الكنعانيين فلسطين بالتحديد بموجب الوعد الذي قدمه الله لجد العرب إبراهيم الخليل جنبا إلى جنب أبناء عمومتهم بني إسرائيل وذلك بحسب التوراة صفر التكوين الإصحاح 15 العدد 18 إلى طلب غريب لا يقف على منطق وهو دخول سيد أقوى إمبراطورية في العالم في ذلك العصر في الإسلام لا بل يهدده إذا رفض الانتتال لأمره أسلم تسلم وهو مجرد قائد قبيلة أو حاكم مدينة بقلب الصحراء لا قيمة لها بين مدن وعواصم ذلك العصر كالقسطنطنية أو روما أو دمشق أو إلياء أرشليم كما يسميها اليهود أو الإسكندرية أو قرطاج وقلنا أن سبب تأليف هذه الرواية هو التشريع الغزو من أجل نهب أموال الأمم المجاورة التي لا حول لها ولا قوة بعد هزيمة الفرس والبيزنطيين على يد العرب نعود لموضوعنا الذي بدأناه منذ أسابيع وهو وجود أخطاء نسخية في القرآن بسبب سهو النساخ أو جهلهم بالنص الأصلي أيام تدوين القرآن في المرحلة الأولى أو أيام تنقيط نصه في المرحلة الثانية وعلى ذكر اسم إبراهيم الخليل أبو الأنبياء ومطلب محمد بالعيش على أرض فلسطين في بداية هذه الحلقة نجد هذا الاسم أي إبراهيم تم تغييره أيام تنقيط نص القرآن كيف؟ هناك ملاحظة مهمة يمكن لأي شخص أن يلاحظها في رسم المصاحف يعني المصاحف الآن وهي وجود رسم كلمة إبراهيم بدون نبرة الياء بين الهاء والميم في كل صورة البقرة ثم نجدها أي هذه النبرة أو الياء في كل الصور التي ذكر فيها اسم إبراهيم بالياء ويتساءل كل من لاحظ هذه الظاهرة في صورة البقرة مقارنة بباقي الصور لماذا سقطت هذه النبرة من هذه الصورة في مصاحفنا اليوم نجد حرف الياء صغيرة فوق الكلمة بين الهاء والميم في صورة البقرة للدلالة على وجودها ونتساءل لماذا وضعت في باقي الصور لو عدنا للتوراة باللغة العبرية نجد الكلمة إبراهيم وهي الكلمة مركبة من شقين آب وباللغة الآرامية والسوريانية آبا وباقي الكلمة إبراهيم بمعنى الكترة وبالتالي يكون معنى أبراهيم أي أبو الجمهور أو أبو نسل كثير كما ورد في الإصحاح 17 العدد 5 من صفر التكوين فلا يدعى اسمك بعد أبرام بل يكون اسمك أبراهيم لأني أجعلك أبا لجمهور من الأمم كما نلاحظ كان في أول أمر اسمه أبرام بمعنى الأب ثم كلمة رام معناها العالي كتلة رام الله وبالتالي فأبرام أبو الأبر الرفيع أي المكرم ثم استبدل بحسب التوراة بأبراهيم أبو الجمهور أو يمكن تعريبها بأبو الرحم والنسل لأن أبراهيم كان يعتقد أنه قبل حمل جاريته جهاجر ظن أنه كان عقيم ليس له درية لأن زوجته سارة أو سراي كانت عاقر وذلك في الإصحاح 15 العدد 2 فقال أبرام أيها السيد الرب ماذا تعطيني وأنا ماض عقيما ومالك بيتي هو العازر الدمشقي نعود لرسم المصحف نجد عادة النبرة قبل الضمير المتصل ككلمة فسواهن البقرة 29 فأتاهم أهل عمران 148 مجراها ومرساها هود 41 تقرأ دائما ألفا لكن هذه القاعدة تتعداها إلى أمتلة أخرى ككلمة طوراة تكتب بنبرة بعد الراء كما جاء في آل عمران الآية 3 والآية 50 و 65 و 93 والمائدة 43 إلى آخره ثم نجد كلمة بأيام في سورة إبراهيم الآية 5 مكتوبة بنبرتين بأيام وعلى هذا النحو نقرأ كلمة أبراهيم بهذه النبرة بدون تنقيط أو تشكيل نقرأها أبراهيم كالأصل وليس إبراهيم سؤال هل هناك من قرأ هذه الكلمة من القراء السبع على الأصل أبراهيم الجواب نعم نجد أقدم القراءات وهي قراءة ابن عامر الدمشقي يقرأها كذلك أبراهيم في بعض الصور وعلى رأسها صورة البقرة كما تفيد المصادر الإسلامية نفسها وفي كتاب فضائل القرآن للقاسم بن سلام عن يزيد بن أبي مالك قال هو إبراهيم وإبراهيم مثل يعقوب وإسرائيل والسؤال مطروح لماذا تغيرت كلمة أبراهيم لإبراهيم؟ الجواب يخص جانب تطور رسم المصحف فلم تكن وقت تدوينه قد وضعت نبرة للدلالة على الألف وبعد وضع هذه النبرة وفي عصر التنقيط والتشكيل فقد كسرت الهمزة ونقطت النبرة بين الهاء والميم كياء والدليل موجود في مصحف باريزينو بيترو بوليطانوس ففي آخر الرقعة ثلاثة ألف من مخطوط أرب ثلاثمائة وثمانية وعشرين ألف وذلك في صورة أهل عمران ثلاثة وثلاثين مكتوبة بدون نبرة وكذلك في الرقعة تمنتاش ألف وفي صورة النساء الآية مئة وخمسة وعشرين مرتين بنفس الشك بدون نبرة وكذلك في الرقعة عشرين ألف في صورة النساء مئة وثلاثة وستين وهناك تفسير آخر فالكلمة بالعربية إبراهيم جاءت بهذا النطق فيما بعد رغم شهادت قراءة بعض القراء كابن عامر والمخطوطات القديمة حتى تبعد الأنظار عن هذا الإرث المشترك بين العرب واليهود كما وعد الله عبده أبراهيم حيث يكون أبل جمهور كثير كالنجوم كما جاء في الإصحاح عشرين العدد سبعتاش من صفر التكوين أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على الشاطئ البحر ويرت نسلك باب أعدائه بعد طرد اليهود من هذا التحالف وانتصارهم على البيزنطيين في القرن السابع الميلادي أصبح الموضوع أكثر من مطالبة حق شرعي كإرث وإنما نشر السيطرة على باقي الدول بإسم بإسم الله والدعوة لعبادته فاحتلوا أي العرب خاصة العرب مصر وسوريا والعراق التي كانت قابعة تحت رحمة البيزنطيين في فترة والفرص في فترة أخرى وكما ورد في آخر هذا العدد من الإصحاح 22 سفر التكوين ويرت نسلك باب أعدائه وبما أن نسل أبراهام من إسماعيل وإصحاق فبالتالي يكون إرث النسلين أرض كنعان ما بين النيل والفراط اقتصرت على العرب وحدهم دون أبناء عمومتهم اليهود ولا زالت آثار هذه الإشكالية إلى يومنا هذا تتجلى في الصراع العربي الإسرائيلي على فلسطين وبعض اليهود المتطرفين لا يخفون رغبتهم في تأسيس مملكة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفراط كما يتضح من علم إسرائيل نفسه وليس مكان للعرب الفلسطينيين على هذه الأرض نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في حلقة مقبلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر